السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والنهاردة هنتكلم عن مسلسل سبيس فورس مسلسل سبيس فورس هو مسلسل كوميدي جديد متاح موسمه الأول للمشاهدة على شبكة نتفلكس من بطولة ستيف كرال وجون مالكوفيتش ومن صناعة ستيف كرال وجريج دانيلز وده نص الفريق اللي جاب لنا قبل كده مسلسل دي آفس باستثناء طبعا ريكي جيرفيز وستيفن ميرشنت اللي كانوا موجودين في دي آفس ومش موجودين في سبيس فورس وده اللي خلى المسلسل نسبة الترقب بتاعته عالية شوية لأن الناس استنت حاجة على ذلك المستوى وعلى ما يبدو الرأي النقدي والجماهيري العام مش مرحب قوي بالمسلسل لأنه مسجل 38% بس على روتين توميتوز وده مؤشر مش كويس على الإطلاق المسلسل بتاعنا بيدور عن عملية إنشاء قطاع جديد في القوات المسلحة الأمريكية اسمه سبيس فورس أو قوات الفضاء بناء على أمر من الرئيس الأمريكي اللي ما بيقولوش عليه دونالد ترامب بس كل الإشارات بتدل على ذلك من إنه عاوز يبقى فيه قوات أمريكية على الأمر وبيتم تعيين مارك نيرد بعد ترقيته تقائد للمهمة دي وعليه تحديات وعليه منافسات كتيرة جدا والهدف الرئيسي بتاعه زي ما قلنا هو إنه يحط قوات أمريكية على الأمر ويبقى الأمريكان أول ناس عملوا هذا الموضوع إنه هما بقوا يمتلكوا أرض على الأمر أو إن الأمر يبقى القاعدة بتاعتهم هما المهمة بتاعت مارك نيرد مهمة غمضة فيها تساؤلات كتيرة جدا وفيها صراعات وضغوط كتيرة جدا ضغوط من الرئيس الأمريكي اللي عاوز المهمة دي تنتهي بسرعة ضغوط من الدول الأخرى اللي بتسابق أمريكا اللي عاوز توصل لذلك الصبق قبلهم ضغوط من الموظفين اللي حواليه وبالأخص الموظفين التوصيف بتاعهم علمي واللي شايفينه إن السيطرة العسكرية على المشروع ده أصلا شيء غلط ضغوط عائلية كتيرة جدا ضغوط من منافسين موجودين حواليه وضغوط في طبيعته هو شخصيا علشان يقدر يثبت لنفسه إنه هو قادر إنه يحقق المهمة دي وكل الضغوط دي وكل المغامرات دي بناخدها في خلال عشر حلقات هما زمن الموسم الأول علشان نشوف مارك نيرت حيلحق أو حيقدر يحقق اللي هو عاوز يوصله ولا لأ مهمة جدا قبل ما بتدي أتكلم عن رأيي الشخصي في المسلسل أعرف نفسي كمان مرة لأنه دايما بقول إن الرأي بتاع أي حد في أي عمل درامي أو كوميدي تلفزيوني أو سينمائي دايما جزء أصيل من تكوين وهو شخصيا ومن خلفية مشاهدات وهو شخصيا وفي حتة خلفية المشاهدات دي أعتقد مهمة جدا أعرف موقفي من مسلسل قبل ما نتكلم في أنا عمري ما تفرجت على بشكل منتظم بشكل إن أنا أتفرج على موسم أول موسم تاني موسم تالت حلقة فأنا مش مرتبط مع الحدوتة بتاعته مش مرتبط قوي مع الشخصيات بتاعته بس في كل مرة كنت بلاقي حلقة منه على التلفزيون كنت بقعد وبتفرج عليها وكنت منبسط جدا وكنت باتحك جدا ووصلني إحساس الهوية المتفردة لكل شخصية موجودة فيه ووصلني إحساس جيد بالدراما وبالجزء الرومانسي وبالمواقف والطباقع الكتيرة جدا اللي موجودة في الشخصيات اللي كانت بتطلق الكوميديا فرأيي منطلق من ده أنا بحب دي أوفس بس ما ينفعش يتقال علي من معجبي أو من محبي أو من الناس حتى اللي تفرجت على مسلسل دي أوفس على بعضه من المنظور ده وبطبيعتي أنا في المشاهدة عجبني إلى حد كبير سبيس فورس بس ما قدرش أقول إن هو عجبني جدا وما قدرش أقول إنه وصل لأقصى حاجة كان ممكن يوصلها بناء على الحلقات الأولى بتاعته سبيس فورس من المسلسلات الفريدة جدا الحلقاته الأولى أفضل من حلقاته الأخيرة أنا بتكلم على الموسم الأول طبعا الحلقة الأولى بتاعته ما كانتش عظيمة قوي على مستوى الكوميديا بس ضحدت حاجات كتير وأكدت على حاجات كتير أولا إن إحنا ما بنتكلمش عن كيان خيالي بالكامل إحنا بنتكلم عن كيان أو عن مؤسسة حيحصل جواها إنعكسات حقيقية جدا وواقعية جدا لواقع العالم دلوقتي والواقع الإدارة الأمريكية حاليا الشخصيات بتاعتنا ليها عمق درامي مش مجرد شخصيات وقفة على السطح كده بتقدم كوميديا وخلاص والمفروض إن يكون فيه توازن جيد ما بين الكوميديا وما بين الدراما اللي بتتقدم علشان نعرف نتابع الأحداث بتاعتنا وبوناعنا عليه من الحلقة الأولى أنا حسيت إن الدنيا متأسس لها كويس والحلقة انتهت بلحظة كوميديا رائعة حقيقي رفعت توقعاتي جدا يعني أنا فهمت قوي من الحلقة الأولانية أو بدري قوي من الحلقة الأولانية إن إحنا النهاردة بنتعرف على الناس أكتر مش لازم نقدم كوميديا جمدا مش لازم نقدم مواقف هتعمل فرق كبير بس النهاية بتاعتنا رفعت السقف جدا وصولا للحلقة التانية اللي كانت على مستوى الكوميديا الأفضل في الموسم كله بكل تأكيد في رأيه الشخصي ولكن بعد كده بان جدا إن المسلسل مش قادر يعمل حاجتين في نفس الوقت مش قادر يقدم عمق درامي أو قيمة درامية أو حتى رسائل لأن المسلسل مليان رسائل ورسائل منها كتير نطجة ما هيش رسائل مباشرة ما هيش خطب وفي نفس الوقت إنه يقدم كوميديا إنه يدحكك هو الحقيقة لما بيجي يعمل حاجة من الاتنين لازم يسيب التانية ودي مشكلتي الرئيسية مع الموسم الأول علشان يدحكك بينزل تحت قوي بينزل تحت الدراما بينزل تحت طبقع الشخصيات بيحاول يخلق مواقف مش دايما منطقية داخل اللي احنا بنتفرج عليه وبالأخص في الحلقة الأخيرة بتاعت الموسم الأولاني ولما بيحاول يعمل دراما صعبة قوي المشاهد حتى يبتسم يعني فيه طبعا طبيعة خفيفة عموما للمشاهد الدرامية داية ما بنحاولش ان احنا نخليها مأساوية أكتر من اللازم ولكن خلالها مش قادرين نزرع نكت بشكل طبيعي بشكل أورجانيك بشكل منطقي الدراما بتاعتنا قيمة في الأساس على تعريف الشخصية العسكرية أو القيادة العسكرية من منظور صناع المسلسل وده موضوع مطير جدا للاهتمام لأنه في البداية ممكن ناخد الانطباع أنه قصده يجسد الشخصية أو القيادة العسكرية على أنها القيادة الميالة دايما للعنف اللي ما عندهاش وقت كبير قوي للتفكير اللي ما عندهاش احترام مطلوب للجانب العلمي اللي فاهم نفسها فاهم كل حاجة في الدنيا وأن ده بيقود لمشاكل المسلسل ما بيبرقش نفسه بالكامل من ده ولكن بيقدم الجزء الآخر أن على حساب العيوب والمشاكل دي كلها بتيجي قيم مهمة جدا في الحسم في القدرة على اتخاذ القرار في قدرة التعامل تحت ضغط في القدرة البدنية في الأمور دي كلها وفي النهاية ما بننساش أن احنا بنتكلم عن بني آدم بني آدم عنده صراعات وعنده رغبات وعنده رغبة في النجاح وعنده مشاكل أسرية وعنده اهتمامات رومانسية وعنده علاقة مضطربة مع بنته كل دوت كلام جميل جدا وطلعت منه دراما حقيقي كويسة جدا بالإضافة لأن الشخصية بتاعتنا دي متعرضة لضغط من جميع الأطراف طوال الوقت من خلال الشخصيات المسندة الكتير اللي المسلسل بيتعامل معها الكوميدي على الجانب الآخر أو الكوميدي على الجانب الآخر بتيجي من الضغوط اللي جاية له من جانب الرئاسة ودي لوحدها ممكن نعول عليها كتير قوي في وصفنا للمسلسل على إنه ذكي لأنه ما بيقولش على الإطلاق إن احنا بنتكلم على دونالد ترامب زي ما تكلمنا بس اللي بيحصل ده كله عمال يفكرنا باللي احنا عايشينه اليومين دول وده اللي بيقرب أحداث المسلسل جدا من الواقع زي ما قلت بشكل ذكي الخط الوحيد اللي أقدر أقول إنه هو حقيقي بتطلع منه دراما وكوميديا في نفس الوقت هو خط التضارب ما بين الجانب العسكري والجانب العلمي الجانب العسكري اللي بيمثله ستيف كرال والجانب العلمي اللي بيمثله جون مالكوفيتش عندنا تفاعلات مع السوشال ميديا ومع الشخصيات اللي عاوزة تعمل نوع من أنواع البروباجندة على كل حاجة بتحصل في القاعدة بتاعتنا عندنا تفاعل مع الجيل الصغير اللي طالع داخل أمريكا واللي ليه تمثيل داخل الوحدة بتاعتنا سواء على المستوى العسكري أو المستوى العملي أو المستوى الأسري فدي الخطوط بتاعت الكوميديا دي الخطوط بتاعت الدراما نادرا ما يطلقوا وهي داية المشكلة بتاعتي مع الموسم الأول ولكن في رأيي الشخصي دا مقبول دا منطقي منطقي إن احنا يبقى عندنا مسلسل في خطة لإنه يستمر طويلا وأنا حقيقي معرفش خطة نتفلكس عند ازاي بالنسب المسلسل دا وأتمنى إن الردود الأفعال بتاعت الموسم الأول ما تدفعش الناس إن هي تنهي المسلسل عند هذا الحد وإنهم يكملوا فيه لأن لو السلبيات اللي نبعه عند ناس كتير من المشاهدين المصدر بتاعها هو المقارنة المباشرة مع مسلسل دي أوفيس فده شيء غير عادل على الإطلاق دي أوفيس كان عنده ريكي جيرفيز وكان عنده ستيفن ميرشنت وكانوا جايين من تجربة أساسا في بي بي سي نجحة إلى حد ما وبناء عليهم جايين بالدروس بتاعتهم وجايين عارفين بيعملوا إيه وهم طبعا قامات كوميدية مرعبة لتنين أي حد فيهم قادر أنه هو يشيل عمل على المستوى الإبداعي أو على المستوى الخلق على مستوى الصناعة لوحده أساسا ففقدانهم ضروري مش هيخلي المشاهد يتعرض لنفس التجربة وحطة إن إحنا نقارن إكملنا جايين بتنين من صناع عمل ناجح ومترسخ ولوه تاريخ كويس يعني أنا بصراحة مش قادر ألوم المشاهد قوي على قد ما أنا بلوم ناتفلكس نفسها أو بلوم أي حد في الدنيا بيعمل الموضوع ده خصوصا في المسلسلات يا جماعة فكرة إن أنا أجيب ناس وأبيع العمل الجديد بتاعي على إن الناس دول هما اللي قدموا لك العمل العظيم الايكونيك اللي معرفش ماله يا جماعة تعالوا نشوف جوي اللي جاي من فرينز تعالوا نشوف معرفش إيه اللي مسبينوف معرفش منين تعالوا نشوف سبيس فورز اللي جاي من الناس بتعضي أوفس لأن المقارنة الرئيسية اللي تيجي عند المشاهد هتكون بأول حلقة من المسلسل الجديد وأقارنها على طول بإيه لا الحقيقة مش آخر حلقة من المسلسل القديم بأفضل حلقة من المسلسل القديم ودي قمة وعائق صعب جدا على أي مسلسل في الدنيا أنه هو يقدر يتخطها دي أوفس شخصيا موسمه الأول ما كانش عظيم موسمه الأول كان مادة كبيرة جدا للتعلم وللتحسن فيما هو قادم فأتمنى أن الناس في ناتفلكس يبقوا شايفين ده كويس خصوصا أنه مسلسل سبيس فورز مسلسل لطيف الدراما بتاعته حقيقي ليها عمق معقول ولها سمك معقول الكوميديا بتاعته منفصلة شوية عن الدراما بتاعته وده العيد الرئيسي في الموسم بشكل عام ولكنها فعالة لما بيتم تخصيص زمن كافي ليها زي ما حصل في الحلقة الثانية الحوار بتاع المسلسل بشكل عام زاكي جدا ستيف كرال بيلعب في المنطقة اللي هو بيرتاح فيها جدا في الشخصية اللي ليها جدور اللي ليها أهداف اللي ليها تعقدات واللي بتتسم في الأساس بقدر كبير من العيوب المتصلة بتوصيفها زي ما عمل في دي أوفس زي ما بيعمل دلوقتي في سبيس فورز وبيقدم ده بعدالة كافية للشخصيتين من الشخصيات المسندة الأفضل وقد يكون الأفضل من ستيف كرال شخصيا هو جون مالكوفيتش واللي أفضل من الكنين هو التناغم والكيميا اللي ما بينهم وما بين بعض أفضل مشاهد المسلسل على الإطلاق هي لما بين ستيف كرال وما بين جون مالكوفيتش وعشان كده بقول إن الخط الوحيد اللي الدراما فيه بتلتقي مع الكوميديا بدون ما نحس بإن فيه حاجز ما بين الكنين هي مشاهد الصراع ما بين العقلية العسكرية والعقلية العلمية بشكل عام تقييمي أنا للموسم الأول من المسلسل سبيس فورس هو السبعة من عشرة والتقييم ده فيه قدر كبير من التعاطف أملا في أني عاوز أشوف مواسم تانية لإني واثق في أن المسلسل ده لو خد تجربة تعلم جيدة وخد الفرصة الكافية عشان يطور من نفسه وأعتقد أن هو حيرجع لنا في موسم تاني بشكل أفضل بكتير ده منظوري أنا للمسلسل وعاوز أعرف رأيكم بالتحديد في الحتة بتاعة أو فكرة أن أنا عاوز أصنع مسلسل جديد بنفس الناس اللي كانت قائمة على المسلسل القديم اللي كان ليه نجاح كبير وليه تاريخ كبير والأمور دي كلها لأن أنا قعدت راجع التاريخ ملقتش نمازج ناجحة كتير بل لقيت نمازج واعدة بتتقتل بدري قوي 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 بالمقارنة مع أفضل لحظات العمل القديم يهمني جدا أعرف رأيكم في النقطة دي في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجلكم الحلقات أول بول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي